أهلا وسهلا فيكم طلابنا جيل 2006 الأعزاء اليوم يا جماعة رح نشرح لكم الدرس الثاني واللي هو درس المشتقة وهذا الدرس كثير مهم معاكم للتوجيه فهذا أنا شارحه على قناتي من قبل لطلاب جيل 2005 اللي هي قاعدة التعريف إنه كيف نشتق باستعمال قانون التعريف تعريف المشتقة وفيه عنا برضه مشتقة اقترانات القوة هسا تعريف المشتقة صراحة مش كثير مهم للتوجيه ما رح يجي معاكم لكن هو مهم للمتحان الأول ثانوي فإذا بدك تحضروا هذا الدرس موجود عندي وهي بحط لكم الرابط موجود عندكم هنا إلى الآن رح أشرح الإشي المهم في هذا الدرس اللي هو مشتقة اقترانات القوة هذا أهم إشي موجود معاكم في الدرس ورح يتكرر معاكم كثير بالتوجيه عليه وحدتين كاملين طيب مبدئيا جروبات الواتساب يا جماعة رح أترك لكم إياها في أول تعليق تحت جروب للبنات لحال و جروب للشباب لحال هذا يا جماعة للجروب رح يظلوا معاكم للتوجيهة ونبعت فيه أوراق عمل دوسيات متى بنزل الحصص دورات التأسيس كل إشي موجود يا جماعة على جروب الواتساب اللي رح تلاقوه في أول تعليق تحت تمام؟ طيب الآن بتمنى نكون تفوت على الجروبات لحتى تقدروا تتابع معنا أول بأول والآن خلينا ننطلق مباشرة في شريح هذا الدرس عيني يا جماعة مشتقة اقترانات القوة المشتقة هي أنه يكون عندك اقتران أنت تشتق منه اقتران يعني تطلع منه اقتران جديد أقل منه يعني مثلا هنا بيحكي لك السؤال جد مشتقة كل مما يأتي الاقتران بيكون معاك ف في الاكس لما نيجي نشتقه بنكتبه ف فتحة الاكس تمام؟ بيكون ف في الاكس بنخليه إحنا إيش؟ ف فتحة الاكس بنحط فوقيه شحطة فتحة إذا كان واي شو بنخلي إحنا؟ دي واي عدي اكس إذا كان واي بيصير دي واي عدي اكس واي دي واي عدي اكس ف فتحة الاكس زي هيك طيب أول قاعدة بتحكي لك إذا عندك عدد ثابت زي الثمانية لأربعة سالب عشرة مليون عدد ثابت يعني ما في معاكسات دايما مشتقته ف فتحة الاكس شو تساوي؟ صفر إذن أي عدد ثابت مشتقته صفر طوالي طيب عندي مثلا اكس لاحظوا الاكس أسها واحد ومعاملها واحد إذن مشتقتها واحد تمام؟ اكس أسها واحد ومعاملها واحد مشتقتها واحد تمام؟ طيب مثلا وي تساوي سالب أربعة اكس أسها واحد لكن معاملها سالب أربعة إذن مشتقتها سالب أربعة دائما يا جماعة الاكس إذا كان أسها واحد خذ مباشرة المعامل اللي جنبها مين المعامل اللي جنبها؟ السالب أربعة إذا ما كانت جنبها إشي بنعتبره بس يا جماعة واحد يلا نشوف هاي الأسئلة اللي في الكتاب وأسئلة زيادة مني يعني F الـ X تساوي X تربيع طب X تربيع زي هاي أنا كيف بدي أشتقها هنا اسمه يا جماعة قوة مشتقة اقتران القوة اللي هي بتحكي لك بكل بساطة F الـ X يعني F فتح على الـ X تساوي بنزل الأس يا جماعة لورا يعني الاثنين بسحبها لورا فبتصير اثنين X وبطرح من الأس الموجود واحد يعني كان اثنين شو بيصير واحد تمام إذن بعيدها بنزل الأس لورا هاي نزلته اثنين بنزل الأس وبنقص من الأس واحد يعني اثنين ناقص واحد كم واحد فرح يصير معك الاقتران الجديد اثنين X إذن الاثنين X هي مشتقة الـ X تربيع جود جود تشوف هاي F الـ X تساوي X أس عشرة بدي أشتقها بكتب F فتحة للـ X تساوي بنزل الأس وراها قبلها فبتصير عشرة X وبطرح من الأس واحد كان عشرة شو بيصير تسعة أحسنتم يلا لبعديها F الـ X تساوي X أس خمسة بدي أشتقها بكتب F فتحة للـ X بنزل الخمسة قبلها X وبنقص منها واحد خمسة نقص واحد يعني أربعة ممتاز هيك أنا بشتق نزل الأس ورا ونقص من الأس واحد طيب يا ستفرض كان معك الأس أصلا سالب يعني عندك مثلا سالب عشرة زي هاي F الـ X تساوي X أس سالب عشرة شو بيصير بهاي الحالة؟ أول شي بحكي F فتحة للـ X تساوي بنزل السالب عشرة لورا زي ما بنعمل سالب عشرة X الآن بدي أطرح من الأس واحد يعني رح أحكي هنا ناقص واحد الآن ما رح أكتبها سالب تسعة ولا رح أكتبها سالب 11 طيب صديقي أنت زدتها ما نقصتها نحن بنعرف أن أنا زدتها ليش زدتها؟ لأن أنا عندي السالب والسالب متشابهات إذن متشابهات الإشارة بنجمع و بنخذ الإشارة نفسها هذا كله أنا شارحه يا جماعة بدورة التأسيس اللي بتلقوها عقربات الواتساب تمام؟ إذن X والسالب عشرة لما نقص منها واحد بتصير سالب 11 وليس سالب تسعة إذن هاي الجواب هيك بنكون نشتقناها ممتاز نشوف هاي عندي Y هالمرة الرمز عادل Y شو بنكتبها؟ DY على DX ممتاز لكن أنا الـ X موجودة معي في المقام واحد على X طب أنا بعرفش أكامل أشتقها وهي في المقام فشو بدي أعمل؟ بدي أرفحها من المقام يا جماعة على البسط طيب أسها الأس اللي عليها للـ X واحد فإذا أنت رفعتها للبسط لازم تعكس إشارة الأس يعني رح تصير الـ X أس مش واحد سالب واحد يعني عليك يعني أستاذ إذا بدلت مكانها من تحت لفوق بعكس إشارة الأس بالزبط هذا هو إذا صارت X أس سالب واحد هسترجعت زي الأولى هاي كيف بدأ أشتقها؟ بنزل هاي وراها تصير سالب واحد X وبطرح من الأس واحد يعني هو سالب واحد أطرح منه كمان هو سالب واحد شو بصيره مع بعض؟ سالب اثنين يا عيني عليك لأنه حكينا متشابهات بجمع لكن بتظلها سالب حلو الحكي إذا صارت سالب واحد X أس سالب اثنين ممتازين الشباب يلا هون Y تساوي X أس خمسة على اثنين هالمرة الأس جاي معي يكسر عرفنا لما يكون عدد موجب عرفنا لما يكون عدد سالب طب تعالوا نشوف لما يكون كسر شو بنعمل فيه طلعوا ولشي شو بأعمل عندي Y تساوي X أس خمسة على اثنين ال-Y بنعرف إنها عبارة عن DY على DX وتساوي بنزل الأس قبل هزي ما بنعمل خمسة على ثمين X الآن بدي أطرح من الأس واحد عندي يا جماعة طريقة سريعة لحتى أني أطرح من الأس واحد طلعوا كيف بطرح مباشرة البسط ناقص المقام وبحافظ على المقام نفسه عيد بالله يا سيد بطرح البسط من المقام يعني خمسة ناقص اثنين كم ثلاث على بخلي المقام يا جماعة زي ما هو صارت ثلاثة على اثنين تمام إذن رجعت خمسة على اثنين أول شي وراء هاي ال-X ناقصت منها واحد كيف حطرحت البسط من المقام خمسة ناقصت النين صارت ثلاث على اثنين إذن هيك أنا بكوني جماعة اشتقيتها هسا في الكتاب شو بيعمل هما بيرتبوا الحل كمان يعني بيرجعوا هاي المسألة لجذر فبيجوا هنا بكتبوا جذر X بيحكوا الداخل على الخارج الداخل على الخارج الداخل ثلاث والخارج اثنين يعني جذر تربيعي تمام فيش داعي أحط هنا اثنين معروف إنه جذر تربيعي إذن أنا بقدر أحول من جذر لأس كسر ومن أس كسر أرجحها يا جماعة لجذر تمام إذن بكل بساطة بنزل الأس وراء نفس الأكس بطرح من الأس واحد بإني أطرح البسط من المقام تعالوا نشوف كمان واحدة هاي Y تساوي X أس ثلاث على اثنين بدي أجي أشتقها بحكي DY على DX تساوي بنزل الثلاث على اثنين قبلها صار الثلاث على اثنين X يعني بدي أطرح من الأس واحد اتفقنا بطرح البسط من المقام يعني ثلاثة ناقص اثنين واللي هي واحد على المقام نفسه اللي هو اثنين هيني هيك اشتقيتها إذن السؤال بدي أرجع له إياها لجذر فبكتبها ثلاثة على اثنين في جذر X الداخل واحد والخارج اثنين هاي الداخل واحد والخارج اثنين ما بكتبها لأن الجذر بيعتبر تربيعي تمام طيب نشوف هاي عندي Y تساوي جذر تربيعي لX تكعيب هس إحنا ما فعلنا قاعدة هو فيه بس إحنا ما تعلمناها الجذر التربيعي لX تكعيب فبدي أحولها من جذر لمين لX كسر زي كيف أنا حولتها من كسر لجذر آخر شي أنا هسا بدي رجيحها من جذر لكسر عشان أعرف أشتقها تمام فطلع هاي كيف برجيحها بحكي هاي X الداخل ثلاث واللي هون شو بني أعتبره اثنين لأنه جذر تربيعي فباجب أكتبها 3 على 2 ممتاز إذن ال-Y رح أكتبها DY على DX الآن هاي بعد ما حولت شكلها لأس كسر الآن بقدر أشتقها بنزل الثلاثة على 2 قبلها يلا هايها ثلاثة على 2 X وبطرح من الأس واحد كيف بطرح البسط من المقام ثلاثة ناقص اثنين واللي هي واحد على اثنين ممتاز وبنكتب هاي الثلاثة على اثنين وخلص X أس نص كونوا عارفين انها مباشرة عبارة عن جذر X تمام X قوة نص هي نفسها جذر التربيعي لل-X ممتاز نشوف هاي بالله عندي Y تساوي X أس سالب 6 حكينا عنها ال-Y يعني DY على DX تساوي برجح هاي قبلها سير سالب 6 X وبنقص من الأس واحد هو سالب 6 كمان سالب 1 شو بصيرو سالب 7 أحسنتم يلا نشوف هاي عندي X تكعب في المقام بدي أرفحها للبسط أول شي فش راح تصير راح تصير X بس مش موجب 3 راح تصير سالب 3 لاني بدلتها من المقام للبسط ممتاز الآن باجي باشتقها ال-Y بتصير DY على DX تساوي برجح هاي قبلها بحكي سالب 3 X وبنقص من الأس واحد سالب 3 وسالب 1 شو بصيرو سالب الأربعة أحسنتم ممتاز يلا نشوف هاي عندي جذر اتفقنا الجذر بتحول لكسر الداخل على الخارج بكتب X الداخل 7 الخارج تربيعي يعني 2 فهس هاي اللي بدي أجي أشتقها تمام يلا ال-Y شو بتصير تصير DY على DX تساوي برجح الأس قبلها 7 على 2 X وبطرح من الأس واحد كيف بنقص البسط من المقام 7 نقص 2 واللي هي 5 على 2 وهيك بكون أنا اشتقتها واذا حاب أرجحها لجذر بقدر أرجحها تمام هذ بالنسبة جماعة لأقتر أو مشتقت اقترانات القوة كثير سهلة عدد ثابت زي 8 أو العشرة أو الـ 12 مشتقته 0 إذا كانت X أوس 1 بأخذ معاملها زي هاي X أوس 1 أخذت معاملها العدد اللي وراها إذا كانت X عليها أوس 2 13 10 10 بنزل الرقم ورا وبطرح من الأس يا جماعة 1 الآن تعالوا نشوف بقية الأفكار الموجودة معنا في هذا الدرس الآن يا جماعة تعالوا نشوف مع بعض باقي الأفكار الموجودة في هذا الدرس لكن رحب أحكي لك وإذا بيتتابعوني جداد لا تنسوا تشتركوا بالقناة رح تستفيد سواء كنت أول ثانوي أو حتى للتوجيه إلى السنة الجاي تمام فحط اشتراك تمام الآن السؤال عندي بمثال رقم 3 بحكي لي جد مشتقت ما يأتي معطيني Y تسابي X تربيع زائد 4 في الجذر الرابع على X الآن بينهم عملية جمع لم يكن عملية جمع لازم أشتق كل واحدة فيهم لحال لكن لما أجي بدي أشتق في عندي مشكلتين أنا ما بقدر أشتق فيهم في الأول ثانوي لكن بالتوجيه لا فيه إلها قواعد بيكون يعني فيه طرق أن يتعامل معها لكن هون لازم نتخلص منهم بالأول ثانوي لأنه الكتاب مش شرحها فهون أنا عندي جذر لازم أتخلص منه مع أنه بالتوجيه فيه له قاعدة عندي قسمة لازم أتخلص منها مع أنه برضو بالتوجيه لها قاعدة لكن مش مطلوبة معنا بالأول ثانوي لهيك رح نتخلص منهم إذن اللي بنتخلص منه دايما هو الجذر زائد مين القسمة هذولا اللي بنتخلص منهم الجذر والقسمة طيب عندي هنا جذر أه بدأتخلص منها قبل عملية الاشتقاء يعني بنزلها زي ما هي وي تسابي إكس تربيع زائد أربعة ولا بغير إشي بس الجذر بغيره يعني هو إكس اللي داخل واحد واللي خارج أربعة فبتصير إكس الداخل واحد على الخارج أربعة هيك حولتها من شكل جذر لشكل كسر الآن بطبق عملية الاشتقاء يعني الخطوة الأولى شو كانت عملية إيش يا جماعة تجهيز الآن عملية الاشتقاء رح تصير تمام رح نحكي إنه الواي هي عبارة عن دي واي على دي اكس تساوي الـ إكس تربيع حكينا بننزل لثنين قبلها تصير اثنين إكس وبنقص منها واحد فبتصير واحد ولو ما كتبتها عادي زائد بنزل الأربعة لأنها معاملة بتكون ملزقة بالإكس تمام أما إذا كانت لحالها زي هيك يعني أربعة زائد إكس لا هاي الأربعة تعتبر صفر لأنه عدد ثابت أما هون الأربعة ملزقة بالإكس بينهم عملية ضرب تمام فبتنزل هسا إكس أس واحدة الأربعة بدي نزلها قبلها هايها واحد على أربعة إكس وبدي أطرح من الأس يا جماعة واحد اتفقنا لما يكون كسر وبدي أطرح منه واحد لازم أنقص البسط من المقام يعني رح يصير معي زي هيك واحد اللي هو البسط نقص المقام اللي هو أربعة إشارات مختلفة بنقص وبحط إشارة الأكبر يعني رح يصير ثلاث وإشارة الكبير سالب هذا كله شرحوا بدورة التأسيس بتلاقوها على جروب الواتساب تمام هنا عندي سالب ثلاث فبكتب فوق سالب ثلاث على المقام نفسه اللي هو كم يا جماعة أربعة طبعا ما أنسى أنه العملية اللي بين الأربعة هاي والواحدة الأربعة العملية اللي بيناتهم ضرب تمام وإحنا بنعرف بعملية الضرب إذا كان عندك زي هيك أربعة ضرب واحد على أربعة بتقدر تختص الأربعة في البسط مع أربعة في المقام شو بيضل للناتج واحد تمام هايها هون أول شي بنزلها سالي 2x زي ما هي زائد باختصر أربعة في البسط مع أربعة في المقام شو بيضل معاي يا جماعة بيضل معاي واحد ضرب الأكس يعني هو عبارة عن اكس أس سالب ثلاثة على أربعة لكن هنا يعني يعني يعتبر خلص الحل تمام بس الخطوات اللي بعدها بتصير زي تبسيط للمسألة أنه عشان يكون شكلها أجمل مش حلو أنه يكون الأس سالب فلازم نخليه موجب فكيف ننخليه موجب باعتبر المقام واحد وبنزلها من فوق لتحت رح تسير زي هيك ثنين اكس زائد طبعا لما نزلتها وليش ظل مكانها فبيضل واحد على تحت هي اكس من نكتبها زي ما هي ثلاث على أربعة بس إيش يا جماعة بكتبها موجبة تمام وآخر شي السؤال برجعوها لجذر أو لو ما رجعتها إلى أمور تمام إذن حكينا ثنتين لازم أنه نتخلص منهم قبل الاشتقاق الجذر والقسم هنا كان فيه جذر حولته لكسر بعدين اشتقيت تمام طيب هنا شنو الإشي اللي مخرب علي القسمة بقدرش أشتق مباشرة لازم خطوة التجهيز حلو خطوة التجهيز هاي بتحكي لك إذا المقام حد واحد بتوزع على حدود البسط يعني عندي هنا اكس بوزيحها على الحد الأول وعلى الحد الثاني فرح أكتب هاي الثلاث على اكس بينهم إشارة طرح وبكتب هاي الثمانية اكس برضو على كم يا جماعة على اكس يعني عليكم يعني الاكس راحت للأولى وراحت للثانية تمام طيب الآن كل واحدة بتعامل معها بشكل مختلف عن الثاني هاي بقدر أرفعها من المقام للبسط أسها واحد فاش رح تصير ثلاثة اكس والسالب واحد عكست إشارة الأس لما رفعتها مع الثلاث ناقص هاي اكس مع الاكس بيلغو بعض اكس مع الاكس بيلغو بعض بنزل الرقم زي ما هو ثمانية تمام طيب هاي صارت واي تساوي ثلاثة اكس والسالب واحد ناقص ثمانية طيب سؤال هل أنا اشتقيت لا أنا ما اشتقيت أنا الخطوتين هذول اللي عملتهم هم بس خطوة مين التجهيز أنا ما اشتقيت اتخلصت من القسمة لأنه كانت مغلبيتني هون لما وزعتها ظلت موجودة هاي رفعتها للبسط صارت سالبة هاي راحت مع هاي ظلت ثمانية لحالها الآن بنتقل لخطوة الاشتقاق يعني الواي رح اكتبها دي واي على دي اكس تساوي عندي الآن الثلاثة هاي اكتبها ضرب بدي نزل السالب واحد ورا سير سالب واحد اكس بطرح من القس واحد طب سالب واحد وسالب واحد شو بصيرو ممتاز بصيرو سالب اثنين تمام ناقص الثمانية على الثابت حكينا بداية الحصة يا ده الثابت شو مشتقته صفر يعني عليك تمام الآن اضرب سالب واحد في ثلاث هاي سالب ثلاث اكس والسالب اثنين وانتهى الحل اذا بتحب تنزلها لتحت بتصير اكس تربيع موجب ايش برجعلك تمام الآن هنا عندنا في السؤال رقم ثلاث اللي هو تحقق من فهمي عندي جماعة جذر وعندي قسمة يعني عندي مشكلتين بتخلص من الجذر والقسمة في خطوة التجهيز مش في خطوة الاشتقاق يلا نشوفها خطوة التجهيز بكتب واي تساوي بحكي هاي اكس الداخل ثلاث والخارج أربعة بكتبها ثلاث على أربعة ناقص عندي هنا اكس تربيع في المقام قسمة برقدر ارفحها لفوق فبنزل الستة زي ما هي وهي الاكس بدل ما هي موجة باثنين بتنكتب سعر باثنين تمام الآن بعد ما خلصت خطوة التجهيز بانتقل لخطوة الاشتقاق dy على dx تساوي بنزل هسا الأس وراها سير ثلاث على أربعة اكس يعني بدا طرح من البسط واحد كيف؟ حكي أنا بطرح البسط من المقام ثلاثة ناقص أربعة بحط إشارة سالب إشارة العدد الأكبر وبنقص يعني سالب واحد فبحكي سالب واحد على المقام نفسه اللي هو أربعة ممتاز ناقص هسا هنا عندي الستة معامل تنزل ضرب بدل نزل السالب الثنين قبل الاكس يعني الستة ضرب سالب الثنين اكس يلا بدا تطرح من القس واحد عندك سالب الثنين وكمان سالب واحد شو بيصيره؟ أحسنت سالب ثلاث إذن أول إشي الجدر تخلص منه القسمة رفعتها وتخلصت منها خلصت خطوط التجهيز رحت لخطوط الاشتقاق نزلت الأس كسر طرحت أن الأس واحد زي ما علمتكم بطرح البسط من المقام هنا نزلت الستة لنها معامل وطرحت من الأس واحد فزدته لأنه هو سالب فطلع معنا هذا الشكل الأخير وبقدر أضربهم مع بعض يعني نحكي سالب ستة في سالب الثنين بتصير موجب اتناعش إكس والسالب ثلاث ممتاز نشوف فرع أربعة اللي هو أتحقق برضو من فهمي حكينا المقام حد واحد بتوزع على جميع حدود البسط هسا أربعة إكس تربيع هاي حد واحد تمام؟ أما هاي أربعة زائد إكس تربيع هاي حدين أربعة ناقص إكس تربيع هاي برضو حدين أما إذا لزقتهم مع بعض بعملية ضرب بصيروا حد واحد أربعة إكس تربيع هاي حد واحد تمام؟ هاي بس هيك معلومة لكم طيب هنا حد واحد وبوزح على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث يلا في خطوة التجهيز طبعا مش الاشتقاق فوق عندي إكس أس ستة على أربعة إكس تربيع ناقص عندي أربعة إكس أس خمسة على أربعة إكس تربيع طيب ناقص ثمانية إكس تربيع على أربعة إكس تربيع وزعت الأربعة إكس تربيع على الثلاث حدود الموجودين تمام؟ يلا تعالوا نشوف شو راح نختصر هسا في عنا يا جماعة بقواعد الأسس إنه دايما إذا نفس الأساس يعني إكس وأكس بنطرح الأس اللي فوق من الأسل اللي تحت يعني رح تصير أكس بطرح ستة ناقص إلى أتنين شو بتصير أربعة مرة ثانية إذا نفس الإشي إكس وأكس بطرح الأسل اللي فوق ناقص الأسل اللي تحت لأن الأسس في حالة القسمة تطرح وفي حالة الضرب تجمع تمام؟ هنا في قسمة فطرح ستة ناقص إثنين يعني أربعة طيب شو العدد اللي فوق مع الأكس واحد والعدد اللي مع اللي تحت أربعة فبتصير هنا واحد على أربعة تمام طيب ناقص هنا عندي أربعة رح تلغي أربعة هس بطرح الأسس خمسة ناقص اثنين يعني ثلاثة إذن اكس أس ثلاث ناقص شفت كيف بكتب في القلمين تمام عندي هاي اكس تكعي بناقص عندي ثمانية تقسيم أربعة قديش ثنين والأكس تربيع بتلغي الأكس تربيع فصفت معي بس هنا اثنين إذن كل اللي أنا عملته أنا حاليا بس في خطوة مين يا جماعة التجهيز لسه ما اشتقيت هس بدي اشتق بدي اشتق باللون لازرق الواي هي عبارة عن دي واي على دي اكس تساوي عندي هاي واحدة الأربعة بتنزل معامل ضرب عندي اكس أس أربعة بنزل الأربعة قبلها تصير أربعة اكس وبطرح منها واحد يعني ثلاث ناقص عندي اكس تكعيب بنزل الثلاث وراها ثلاثة اكس وبطرح من الأس واحد فبصير اثنين الآن عندي سالب اثنين هاي عدد اي عدد شو مشتقته حكينا صفر فش داي احط هنا زن ناقص صفر خلص ما بتنكتب هاي اشتقيتها والله يعطيني العافية تمام سهل هاي تعالوا هسا نشوفي جماعة مثال من الحياة هو معطيني كلام كثير بيحكي لي انه ارتفاع ومظلية وواحد نط من السطح المهم احنا شل بهمنا انه معطيني هذي جماعة قانون المسافة تمام عنا بالرياضيات اذا المسافة اشتقيتها تعطيك سرعة فهون هو معطيك مسافة وطالب منك السرعة بيحكي لك جد السرعة السرعة منين بتيجي لما اشتق المسافة طيب هو معطيني المسافة صح حيها اتش تي بيدي السرعة السرعة رمزها اس تي باجي باكتب لهنا اس تي منين دا جيب لك ياها بس اشتق الاقتران اللي من السؤال الالف عدد اي عدد شو مشتقته صفر ناقص 16 نزلها معامل ضرب تي تربية شو نشتقدها بنزل لثمين قبلها فبتصير ثمين تي وبطرح من الاس واحد بصير واحد ممتاز الان تعالوا بلا نرتبها اكثر سالب 16 ضرب ثمين يعني سالب ثمين وثلاثين تي هذا هو اقتران السرعة اذا مرة ثانية اجت السرعة من مشتقت المسافة كثير سهلة مسافة اشتقها تعطيك سرعة طب هل انتهينا؟ لا طالب منك بعد ثلاث ثواني الثواني هاي مكان تي الزمن يعني كني بحكي لك عوض ثلاث وتساوي سالب اثنين وثلاثين بشطب تيش بحط مكانها ثلاث عملية ضرب بنزل طبعا السالب لانه اليشارات مختلفة ثلاث في ثلاث هاي تسعة ثلاث في اثنين هاي ستة وهيضا طلعنا له السرعة بعد ثلاث ثواني اذا سرعة المظلة هو نازل ستة وتسعين تمام؟ ممتاز ايه الان اللي اتحقق بالفهم البعدي نفس الحكي معطيك كلام معطيك هنا اقتران اللي هو اتش تي اتوقع ناس والاش الرمز تمام وانا بيحكي لك جد السرعة بعد اربع ثواني طالب مني السرعة طيب السرعة بتيجي من مشتقة المسافة هاي الاقتران اللي معك هو المسافة بس انتبع في مشكلة معطيك جذر ايوه طب احنا نعرف انه الجذر بقدر احاوله لكسر صح ولا لا تعالوا بلا نحولها منشيل الجذر لانه تربيعي منحكي الداخل على الخارج الداخل واحد والخارج اثنين فصارت تي اس واحد على اثنين هسا راح الجذر بقدر اشتق براحتي طيب تعالوا هسا نشتقها تعطينا اس ستي تساوي تي تكعيب بنزل الثلاثة ورا بتصير الثلاثة تي بطرح منها واحد يعني تربيع زائد عندي تي اس واحد على اثنين بنزلها ورا بتصير واحد على اثنين تي الان يا جماعة بدي اطرح من الاس واحد كيف حكينا بطرح البسط من المقام واحد ناقص اثنين كم يعني؟ يعني سالب واحد فبحط سالب واحد على نفس المقام اللي هو كم؟ اثنين اذا يا جماعة هيك انا بكون ايش عملت؟ اشتقيتها؟ بس ضاير ايش اعمل حكينا خطوة التبسيط طلعوا عندي الاس عدد سالب لازم اخليه عدد موجب لهيك بدي انزله للمقام طب شو في بالمقام؟ في اثنين اذا بنزلها جنب لاثنين فبحكي هاي زي ما هي ثلاثة تي تربيع هاي هنزلتها زائد ظل فوق واحد على تحت في اثنين حكينا رح انزل هاي جماعة جنبها اللي هي تي اس واحد على اثنين بس احنا بنعرف من قبل انه اذا كانت عندك تي اس واحدة لاثنين بقدر ارجيحها لجذر جذر تربيعي واذا كانت جذر تربيعي برجيحها لتي اس واحدة لاثنين حسب انا شو بستعمل؟ هس هون عندي تي اس واحدة لاثنين مش عجبتني بدي اكتبها على شكل جذر عادي بس بشيل هاي النص واحدة لاثنين بحط عليها جذر التي تمام؟ ليش عملتها جذر؟ لانه طالب اعوض رقم اربعة فانا مقدرش اعوض احكي اربعة اس واحدة لاثنين طب ما بعرف هاي قديش اما اكتب لك جذر الاربعة اه سهلة جذر الاربعة اثنين وصلت كيف؟ طيب فهذا باجي بعوض الاربعة مكان كل تي لانهو حكا ليعوض اربعة فرح نحكي ثلاث ضرب اربعة تربيع زائد واحد على اثنين ضرب جذر الاربعة طيب اربعة تربيع كم يا جماعة؟ ستة عشر كم ستة عشر ضرب ثلاث احسنتم ثمانية واربعين فباجي بحكي الثمانية واربعين خلينا نكملها هون زي هيك بحكي الثمانية واربعين زائد عندي واحد على جذر الاربعة يعني اثنين بس فيه قبلها كمان اثنين اثنين ضرب اثنين شو بيصيرو؟ واحد على اربعة طبعا بعدها بنعمل توحيد مقمات تعرفوا كيف؟ على واحد ضرب اربعة ضرب اربعة نجمع الباست والمقام بيظلوا اربعة وهذه جماعة بيطلع الجواب الاخير تمام؟ هي الفكرة بس وين كانت هي شوي طلعت اطول من اللي قبلها بس هي الفكرة وين؟ هو معطيك المسافة طالب منك جد السرعة السرعة بتيجي اذا اشتقيت المسافة تمام؟ هس طلب منك بعد اربع ثواني بس توصل للجواب الاخير عوض مكان كل تي قديش اربعة هاي هي فكرة السؤال تمام يا جماعة؟ طيب هس حكينا عن قواعد الاشتقاق اول اشي انه كيف نتعامل معاهم وحكينا هون عن القواعد للزيادة اذا بينهم جمع او طرح واتفقنا اذا فيه جذر او قسمة بتخلص منهم تمام؟ طيب وهذا اخر سؤال عن مثال من الحياة انه اذا جاب لك مسافة انت بتحويها لسرعة بانك تشتقها يعني كل الدرس عن الاشتقاق كون شاطر في القواعد اللي حكيناهم في اول الحصة امورك بتصير تمام طيب طيب الان يا جماعة هيك بنكون خلصنا هذا الدرس باقي باقي حل الأسئلة اللي هما اتدربوا احد المسائل بنزيلهم انا من الجزء السابق لجيل 2005 هما نفسهم ما اختلفوا تمام؟ فبس احب بحكي لكم ان اشتركوا به القناة واشتركوا بجروبات الواتساب بتلاقوهم في اول تعليق تحت فالان بحكي لكم والله يعطيكم العافية ونشوفكم بالدرس اللي جاي